تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والذي تنطلق فعليته في الرابع والعشرين من يناير الحالي حتى السادس من فبراير يفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء العدى الخميس والجمعة يمتد حتى تاسع مساء يتم حجز التذاكر عبر موقع المعرض على الإنترنت نصون الكلمة يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الخامسة والخمسين أبوابه للجمهور في إطار دور الدولة لنشر الثقافة بين المصريين المعرض يؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية منذ القدم حيث يعتبر واحدا من أبرز المعرض الثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الهيئة المصرية العامة للكتاب قررت إقامة المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجامع الخامس وهو نفس مكان المعرض العام الماضي خلال الفترة من الرابع والعشرين من يناير وحتى الثالث من فبراير ويتميز المعرض بتنوع الأنشطة والفعالية الثقافية التي تجذب آلاف الزوار كل عام اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وافقت على اختيار شخصية المعرض عالم الأسار الشهيرة دكتور سليم حسن الذي قدم أعمالا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصرية والحضارية ومنها كتاب أبو الهول وكتاب أقصام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني اللجنة وافقت أيضا على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني الذي أسرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل وجاءت فكرة الشعار من قصيدة هذا هو الحلم للشعر النرويجي أولف أتشا الذي حصلت قصيدته على تصويت للجمهور باعتبارها أعظم قصيدة نرويجية على الإطلاق وبالتزامن مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية يعرض أغلب النشرين إصدارات جديدة بالمعرض من المؤلفات التي تتناول القضية الفلسطينية لتسليط الضوء على هذه القضية وما يعانيه سكان غزة تحديدا من عدوان إسرائيلي غاشم اهتمام كبير يحظى به المعرض هذا العام وكل عام على المستوى الثقافي المصري والعربي بما يعكس التنوع الثقافي واللغوي الكبير الذي يتميز به العالم العربي وبفضل هذا التنوع يتيح المعرض فرصة للجمهور لتبادل الخبرات والمعرفة واكتشاف ثقافات جديدة